أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس المجلس العالى للشباب والرياضة رئيس اللاجئة الأولمبية البحرينية أكد أن الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في بطولة الرجل الحديدية المقامة في جنوب أفريقيا وتحديدا في مدينة بورت إليزابيث وصلت إلى ذروتها من خلال خوض العديد من الحصص التدريبية مع الفريق البحريني تأتي هذه الاستعدادات في مساء جد من أجل تسجيل مشاركة إيجابية في هذه البطولة التي تشهد حضور ومشاركة عدد كبير من المحترفين البارزين بهذه الرياضة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الرياضيين الحريصين على خوض هذه التجربة بعد واحدة من أبرز ساحات التنافس العالمي على مستوى رياضة الترايثون وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد قائد الفريق البحريني في هذه البطولة العالمية إن الأمال معقودة على تحقيق أفضل نتائج في هذه المشاركة عطفا على مدى الاستعداد من قبل أفراد الفريق وفيما يمتلكه اللاعبون من روح عالية وحمس منقاطع نظير مكنا نسموها مية هذه المشاركة التي ستعطي بعدا إيجابيا على مدى ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين من قدرات عالية ومن خبرة وصلوا لها عبر العديد من التجارب الماضية حيث باتت رياضة الترايثون جزءا أصيلا في هذه الرياضة البحرينية وخاض سموه تجربة جادة أخيرة قبل المشور الفعلي للبطولة عبر مسار الدرجات الهوائية المعتمد لهذه المرحلة وعبر مسافة وقدرها 45 كيلو مترا هذا وعدت لجنة المنظمة الاجتماع الفني ذي البطولة حضره سموه مع بقية أفراد الفريق البحرينية وتم من خلال هذا الاجتماع توضيح كافة الأمور الفنية المتعلقة بالمراحل الثلاث من الحادث العالمية كما تم شرح التعديلات الأخيرة الموضوع على لوائح البطولة من أجل أن يكون جميع المشاركين على دراية كاملة بما تقتضيه أجواء المنافسة من أمور تكتيكية وفنية للتعامل مع مسارات السباقة كما قام سموه بجولة في مرض إكسبول الرجل الحديدية الذي يقام على هامش البطولة العالمية حيث يتم تقديم العديد من المعروضات الخاصة بالرجل الحديدية وأشهد سموه بالمحتويات المتوفرة في المعرض ساعة ونص ممتازة نقدر نشوف آخر التعديلات وآخر اللمسات للسباق هي مجرد بس مثل ما أقول لك مرة ثانية تحريك والرجل وشيك سياكلنا جاهزة للسباق فالحمد لله أمورنا حاليا ممتازة هل تشوف طريق الدرجات ميسر بالنسبة لكم كدراجين؟ هو معقد شوي يعني هو 45 كيلو رايحين و45 كيلو راجعين هذه 90 كيلو نرجع مرة ثانية نسويها 45 رايحين 45 رايحين الهواء متقلب مرة في وجهنا مرة في ظهرنا فإحنا في السباق نتمنى أن الراجعة فهي أن الهواء في ظهرنا عشان شوي نكون نريح ريوننا ونرجع بسرعة للغرية بدل ما إحنا نضغط ونكون عكس الهواء إلى الغرية لأن قبل سنتين يوم شاركنا في جنوب أفريقيا كان الهواء من الشرق معناته نوصل للغرية ضد الهواء هذا شوي يتعب للغرية